اشتركوا في القناة يشارك معنا من خلال التغريدات يكتب هاشتاغ اللاعب 12 ويطرح رأيه في موضوع اليوم هل تتوقع وصول الأهلي والهلال دوره 16 من دوري أبطال آسيا أم سيخرجان من البطولة الأهلي لازم يفوز بكرة وفي نفس الوقت لازم العين يتعثر العين الإماراتي طبعا أما بالتعادل أو بالخسارة في حال فوز الأهلي الهلال يحتاج أن يفوز بس يفوز على التراكتور ويضمن التأهل بدون ما يرجع النتائج الفرق الأخرى في حال تعادل الهلال أو خسر لا سمح الله يتأهل في حال لم يفوز بختكور يعني لازم بختكور بكرة ما يفوز برضو عشان الهلال لو تعثر لا سمح الله أنه يتأهل عشان كده احنا نسألكم وننتظر أراءكم بعد ما لعب الهلال والأهلي مبارتين قوية وربع عض كلها مع نفسه فريقين هلال وأهلي مرتين عم وابعض استنفذت جهود كبيرة هل تعتقد أنهم راح يتهلون لدور 16 من دوري أبطال آسيا بانتظار تغريداتكم الروح لأبرز تغريدات رياضية العامة في تويتر الساعات الماضية حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم غرّد اليوم بخمس تغريدات كلها تغريدات انضباطية لجنة انضباط تغرر منادي النصر 15 ريال لتأخرة في الدخول الملعب لمدة دقيقتين مما سبب تأخير بدء المباراة في لقاء الاتحاد بكاس الملك اللي بعدها لجنة انضباط تغرر منادي الاتحاد 22500 ريال لتأخرة في الدخول الملعب لمدة دقيقتين مما سبب تأخير بدء المباراة في لقاء النصر بكاس الملك اللي بعدها اللي انضباط تغرر منادي الاتحاد محمد نور مبلغ 10 ألاف لدخول ملعب مباراة الاتحاد والنصر بكاس الملك وهو غير مسجل بالكشف الرسمي للمباراة طبعا بالمناسبة التغريدة هذه بس استعجلنا في تغييرها اللي هي إيقاف محمد نور كان فيه كلام ولغة كبيرة إنه إيش الفرق بين محمد نور ومحمد السهلاوي هذا مو مسجل وهذا مسجل ليش محمد نور لما نزل غرموه ليش السهلاوي لما نزل ما غرموه يعني صار موضوع ولغة كبيرة حول هذه العقوبة لجنة انضباط تقرر إيقاف لعب الاتحاد محمد قاسم أربع مباراة رسمية وغرامة 20 ألف ريال لتلفظة بألفاظ مهينة على منسق لقاء النصر بكاس الملك يا ساتر الفاظ مهينة اللي بعدها لجنة انضباط تقرر من نادي الاتحاد 225 ألف ريال لقيام جمهورة برمي علب المياه في ساحة الملعب مما أدى لإيقاف المباراة من النصر لمدة ثلاث دقائق حساب نادي النصر غرد اليوم تغريدة موجهة لحساب الأهلي الإماراتي بكل المحبة نقدر للأشقاء بنادي الأهلي حفاوتهم وترحيبهم بالنصر وتمنياتهم بالتوفيق وهذه المشاعر لا تستغرب من أبناء الإمارات الحبيب عمل ومنشن لحساب الأهلي الإماراتي تغريدة حلوة يعني تثبت لك أن الحساب هذا موش حساب صلب لا فيه ناس يتكلمون فيه فيه ناس يغربون فيه فيه ناس يجاوبون ويأخذون ويعطون حساب نادي الاتحاد غرد بأربع تغريدات كل تغريدتين تعلق موضوع مختلف صدر قرار مجلس دارة النادي بناء على ما رفعه الجهازين الفني والإداري بإبعاد اللاعب سلمان الصبياني عن تدريبات الفريق إلى نهاية الموسم نظر لما بدر منه من سلوك غير انضباطي إيش سوى سلمان الصبياني إيش ما سوى فالأخير أنه أبعدوا اللاعب إلى نهاية الموسم تغريدتين أخرى أيضا في حساب نادي الاتحاد تغيب اللاعبان فهد المولد وفيصل خراء عن تدريبات الفريق مساء له دون عذر مسبق وسيتم اتخاذ إجراءات اللازمة وفقا للنظام المتبع في النادي في حال عدم تقديمهما عذر مقبول يبرر هذا الغياب حساب أخيرا حساب نادي الأهلي غرض بتغريدتين الأولى عن محمد ألفتيل إشادت الجمهور دعم لي والحمد لله رغم أني لا ألعب بشكل مستمر ولكن لابد أن أقدم العطاء المميز والجميل للنادي لطموحي الكبير الثانية تتعلق بموضوع تسويقي بحت صور من بيع التشيرتات الخاصة بتتويج الفريق الكروي الأول ببطولة الدوري بمقر النادي هذه تغريدة تسويقية بحتة وسلوب جديد في التسويق يمكن ما شفناها في كثير ملاعب أو في كثير من أندياتنا خصوصا زي الكشك الصغير اللي في النادي موجود عبدالله كابوها قبل ما أدخل معك في هذا الموضوع إذا لك تعليق على أي من التغريدات العامة الرياضية اللي استعرضناها بداية الحلقة مسفر أنا أتوقع طبعا بداية سلوب جديد كثير من الأندية تغريدة محمد الفتيل وشكره للجمهور من خلال حساب النادي الرسمي يمكن إضاحات نادي الاتحاد بخصوص تغيبات بعض اللعبين يمكن نادي الاتحاد في الفترة الأخيرة يعني داب أنه يوضح كثير من الأمور الخاصة باللعبين والإشكاليات اللي صايرة العقوبات المستمرة على نادي الاتحاد أنا أعتقد يعني لابد أن يكون فيه إعادة نظر إعادة نظر من جانب النادي طبعا أعتقد التأخر في الدخول إلى الملعب التأخر في تسليم كشف المباريات أخطاء بسيطة جدا نادي الاتحاد نادي كبير المفترض أنه يعني ما يقع فيها مرة ومرتين وثلاثة أعتقد تكررت الأخطاء في الفترة الماضية ما أعرف إيش المبرر أكيد إدارة النادي سترجع وتراجع هذه الأمور عشان ما تتكرر في الفترة القادمة التغريدة الأخيرة وفعلا هي التغريدة اللي يمكن لفتت نظري تغريدة النادي الأهلي القائمين على النادي الأهلي بصراحة خصوصا في الأمور التسويقية والاستثمارية يعني بصراحة ناس بيشتغلوا بشكل كبير جدا وبيحاكوا الأشياء الموجودة في الخارج ومش عيب أني أنا أحاكي الأشياء الموجودة في الخارج خصوصا إذا كانت هذه التجارب تجارب ناجحة العيب أني أنا أكون منغلق على نفسي وما أحاول أسوي أي أشياء جديدة تخدم مصلحة النادي خصوصا إذا كنا نتكلم عن جانب التسويقي والاستثماري طبعا كيف تخدم الأهلي؟ يعني إحنا يمكن أول مرة نشعر أن الأندية في الفترة الأخيرة يا عبد الله بدأت أن تستغل التسويق وتعتبره واحد من المداخيل الأساسية في النادي كيف ممكن الأندية تستغل بشكل عامل؟ شوف أبا المتجر أبا أقول لك شيء بسيط الأسبوع الماضي بعد فوز نادي يوفينتوس أعلن النادي عن تتشين منتجات خاصة بالبطولة تيشرتات وأشياء كثيرة طبعا هذا الأسبوع الماضي قبل أربع أو خمس أيام لستر سيتي منتجاته وتيشرتاته كانت تخلصت أنا أتوقع أكيد الأخواني اللي في النادي الأهلي يتابعوا هذه الأخبار المنشورة في الحسابات في تويتر في الصحف منها أستوح فكرة بيع التيشرتات الخاصة بالبطولة وهذا مو عيب بالعكس أنا فخور جدا أنه يكون فيه مسؤولين في الأندية بيتابعوا اللي بيصير في الخارج ويحاولوا بيسووا نفس التجارة الناجحة هنا هذه طبعا أكيد فيها دخل كبير للنادي لو لاحظنا يعني هذه ما هي أول مرة تجربة الأهلي في اللاعب ماركنهو وبيع تشرتات اللاعب في المتجر يعني يشوف على النقيد نادي الاتحاد جاب لاعب منتاري لاعب كبير جدا في تاريخ كرة القدم أنتر ميلان إيسي ميلان كابتن إيسي ميلان والإدارة يمكن أقفلت الجانب التسويقي ما تم استثمار اللاعب فيما يخص موضوع يعني أول ما جاء في التشرتات ماركنهو لاعب يعني لاعب عادي جدا ما عنده أي تاريخ في كرة القدم فترة بسيطة لعب في روما وما كان أساسي النادي الأهلي يستغل فترة المنافسة التقليدية مع الاتحاد والجماهير وفعلا يعني استثمر هذه التجربة بشكل ناجح زي ما أنت قلت لأندي في الفترة الأخيرة خصوصا أن النادي الأهلي رائد جدا في العملية دي باعتبارها يعني رافد أساسي من روافد تمويل النادي يعني ما هو شيء بسيط جدا لما أنت تكلم عن تشرتات تتباع بعشرات الآلاف أو مئات الآلاف في السنة الماضية الأهلي سوى تجربة اللاعب 12 كان باير ميونيخ أطلقها قبلها بفترة بسيطة شكرا يعني لإدارة النادي الأهلي اللي بيحاولوا يحاكوا ويجاروا الأشياء الكثيرة اللي بتصير بره وفعلا هي تجارب ناجحة أعتقد أنها ومو أعتقد هي أكيد طبعا بيكون لها عائد كبير جدا على النادي عبدالله خليني أسألك على موضوع المتجر الإلكتروني أو الـ online أو الشراء عن طريق الشبكة العنقبوتية هذا الموضوع يمكن مش مفعل كثير في أن ديتنا ويمكن معدوم تماما اللي نعرفه إحنا في الدول أو بالكرة القادمة الأوروبية أنه فيه اشتراك وفيه بدون اشتراك تشترك في متجر الإلكترونية أو بالـ online وتقدر تشتري بدون ما تشترك المشترك ينقسم إلى نوعين مشترك عادي اللي هو ما يأخذ منك الاشتراك أي مبلغ مادي وفيه مشترك تدفع فلوس لكن لك ميزة أيضا في التخفيضة على التذاكر في التخفيضة على المشتريات هذا الأمر مش موجود عندنا في السعودية تتوقع أنه ممكن نشوفه في أن ديتنا في المستقبل القريب ولا ما فيه أحد من تبهي إلى أصلاً والله شوف المفترض طبعاً موضوع البيع الإلكتروني زي ما إحنا كنا نقول على تجربة بيع التذاكر بشكل إلكتروني كان يمكن قبل سنتين لو أي شخص طرح فكرة أنه تذاكر وبيع إلكتروني كان سيقوله هذا شخص يتكلم عن شيء خيالي وما حينفع معنا وما حينجح معنا فعلاً تجربة البيع الإلكتروني للتذاكر لو تلاحظ ملعب الجوهرة ستين ألف ملعب أستاذ الملك فهد الدولي ستين ألف البيع في الجوهرة من موقع مكاني والحضور الجماهير الكبير في مقابل عدم حضور كبير من الجماهير سواء النصر في الموسم الماضي أو حتى الهلال في الموسم الحالي يأكد أن تجربة البيع الإلكتروني تجربة ناجحة تماماً وأنا أقول لك من نقاشنا هنا أنا أتمنى أنه النادي الأهلي ما يستثمر يعني فكرة بسيطة ما أعرف أكيد الموجودين في النادي يعني عندهم أفكار أخرى موضوع البيع أونلاين أعتقد تجربة التشيرتات والبيع من خلال متجر النادي تجربة ناجحة وحتى البيع في النادي تجربة ناجحة أنا أعتقد أنه الأهلي محتاج يعني هذه فكرة كدنا نشاركهم فيها وبمناسبة أقدر الكلام ليس موجه للأهلي فقط الكلام موجه لكل أندي يعني ليس فقط للأهلي والله أنا أتكلم عن مناسبة الآن الأهلي فيما أنه حقق بطولة بعد فترة طويلة أعتقد أنه في فكرة سواها نادي بوكة جونيور الموسم الماضي كان فيلم وثائقي بعد ما حضر تيفز والفيلم ده حقق نجاح كبير جداً فيلم وثائقي عن البطولة يتبع أونلاين لأنه ما هيكون زي ما أنت قلت ما حد حيروح متجر عشان يشتري سي دي لكن بيع أونلاين لفيلم أنا أعتقد أنه تجربة كبيرة جداً وحتحقق نجاح كبير بس أنا وإنت عاد لنا حصل المفروض بما أنه ساعدنا بما أنه طرحنا الفكرة يعني طيب بس خليني أقول لك بما أنه أنت تقول مناسبة لكن أحياناً حتى بدون مناسبة لأندي في أوروبا تطرح تشيرت الفريق للموسم القادم في آخر مباراة يخوضها هذا الموسم وفي نفس الوقت تعرضها للبيع اللي مقتدر يقدر يشتري اللي مش مقتدر فيه عندك تخفيض على تشيئة الموسم الحالي اللي ما زالوا يلعبون فيه وعليه خصم هذه واحدة من الأفكار أيضاً اللي ما هي موجودة يمكن أو شبه معدومة عندنا في أندياتنا شوف ميسفر ارتباط الجمهور بالنادي تحديداً نتكلم عندنا ويمكن مش بخلاف الموجود في الخارج ارتباطوا بالفريق البطل يعني ارتباطوا بمناسبة انتقال لاعب ارتباطوا بتحقيق بطولة احنا يمكن لسه ما عندنا ثقافة انه احنا نقتني منتجات أندية يعني ما عندنا ثقافة انه احنا يكون عندنا منتجات أندية ونستخدمها مؤمول شيء بس ما عندنا هذه الثقافة أنا اتوقع يمكن في الفترة الحالية يعني لما انتجي تتكلم عن جمهور كل الجمهور في العالم ما يروح الملعب لابس توب او بدلة او لابس يعني لبس كاجول لابس لبس النادي يمكن مباراة الاهلي الاخيرة مباراة الاتحاد الاخيرة مباراة بعض المباراة في النصر الهلال بصراحة ما شفت الجمهور الهلالي يعني لابس لبس الهلال أنا أقول أنه هذه هي يعني المصدر الأساسي للاستخدامها المنتجات المباراة لا بد أن يكون في الملعب موجود متاجر لبيع منتجات النادي بحيث أني أنا لما نروح الملعب أقدر أستخدم تيشارة النادي مو لازم أروح من بيتنا ونلابس تيشارة النادي طيب في المملكة بشكل عام عبد الله والمشاهدين وفي المنطقة الغربية بشكل خاص شفنا احتفالات للأهلاوين بشكل يعني مختلف عن بعض الأندية في فكرة جديدة صارت أنه الواحد يعني يعضي يضع شال أو علم للأهلي على البيت خلونا نشوف معكم كلب بسيط مجمعناكم كذا صورة وعضانا على كلب نشوفه نرجع يا لأهلاوي يا لأهلاوي غالي يا محبوب كلبي غالي يا لأهلاوي غالي وشعارة دائم للعالي تغلبه صعب صعب ما تلقى غير تعب الملك لا لعب لعب زواب العجاب ما تلقى غير تعب ما نسينا معاك أحلى ليالي عبدالله تعليقك على هذا الموضوع شوفنا في أكثر من مدينة في أكثر من منطقة لعلامة الهلوية جمهور الهلي السنة هذه صراحة أنا أمس كنت أقول مع ضيفنا معادل جندل أنه جمهور الهلي الجميل في فرحته أنه ما فيها استنقاص من الأندية الأخرى تأكيد لكلامي مصفر المناسبة والعودة الأهلي لبطولة كبيرة جدا كان حلم على مدى فترة طويلة يمكن الجمهور كله متحمس إلا أنا شايفه قد يكون موجود لو رجعت لاحتفالات جمهور الاتحاد أو جمهور الهلال أو جمهور النصر ستلاقي نفس الأجواء بس طبعا أكيد أنه يمكن الأهلي وبطولة بعد 33 عام أتوقع أنها تحتاج احتفالات مو بس يوم أو يومين فترة طويلة بس أكيد أنه فعلا هذه المظاهر الجميلة خصوصا أنه ما أتخلى لها أي انتقاص أو أي مشكاليات أو مثلا بعض التعصب أنا أعتقد أنها كانت خير مثال للاحتفال بحيث أنه إحنا لما نكون فخورين أو سعيدين بفوز فريقنا هذا ما يعني أنه إحنا نذهب إلى الاستهزاء بالفروق الأخرى بعض الأحيان موجودة تلاقيها في غروبات أو في تويتر لكن أنا أقول الكثير من الجمهور الواعي عارف أن الكرة فوز وخسارة واليوم أنت ممكن تكون بطل وبكرة أنت ما أنت بطل بالتالي يعني مظاهر إن شاء الله تستمر ولسه في بطولة ثالث يعني كاس الملك أتوقع لها لكاس ولي العهد كان موجود في النهاي والدوري وكاس الملك عبد الله كبوها عضو اللجنة المالية في الاتحاد السعودي لكرة القدم شكرا على تواجدك معنا اليوم في اللاعب باثنى عش شكرا جزيلا فاصل قصير نواصل بعد اللاعب باثنى عش خلوكم معنا اللاعب باثنى عش لنا بكم من جديد أي مشجع هلالي لو سألتك قبل المبارتين اللي لعبها الهلال ضد الأهلي إذا كان متشائم مرة قال لك بنفوز في مباراة وبنخسر في الثانية لكن اللي صار أنه الهلال خسر المبارتين وخرج من بطولة كاس الملك وخسر الدوري خلونا نشوف توقعات هلاليين قبل مباراة نصف نهائي كاس الملك وردت فعلهم بعد المباراة والله إن شاء الله هلالية ثلاثة واحد خمسة صفر ستة صفر إن شاء الله خمسة رحلي توفعيز عليكم في الدوري لا لا مهي صعب على الهلال حتى لو فاصل إن شاء الله تكون في ردة فعل للهلال معاكس إن شاء الله اثنين واحد الهلال اثنين واحد الهلال إننا عطيناهم إياه في كاس عبداللطير تمام خلاص عاد واجد إليهم المرة عاد تبقى لنا بإذن الله توقع اثنين واحد الهلال معاني هلال والله أخطام من خالد شرحي لله يسامحه أهداف ما تدخل بحارس حواري والله العظيم الهلال قدم قدم اللي عليه لكن الحظ حب أقول جمهوره هلالي انتهى موسمنا المحلي خذنا بطولتين وراحت علينا بطولتين مهمة لكن أعطيهم العافية الرجالي في الملعب وإن شاء الله قاعد المفضل يا شباب خمسة سنين خمسة سنين معقول أغلاط مدرب أغلاط مدرب ما في أي مرجلة في الملعب يا رجل ما في أي مرجلة اللعيبة ما يلعبون بروح طلعنا خسرنا الدوري بسبب اللعيبة والمدرب المدرب تخبط تبديلات ولا فيه تبديل صحيح بس سؤال الإدارة إلى متى يعني معتمدين خمس سنوات على سالم الدوسي سلمان فرج وما حقق لي الدوري خمس سنوات ليش الكائب يقعد احتياطه ويلعب بروح أكثر من سالم الدوسري ليش سالم الدوسري يوصل عند غط الستة ويرجع يسحب اثنين عشان يسجل هدف فرافي ليش ليش ما يسجل الكورة على طول طيب أنا ما أبقى منك هدف فرافي أبقى هدف صحيح كواك ما يبقى عندك كواك سالم الدوسري شبولي حل عندك ناصة شفيرانية حرام يا أخي قاعد يستبع مدرب الهلال مفروض يقال من بدري ممن هارد لك للهلال في المقابل خلونا نشوف توقعات الاهلاويين قبل هالمباراة وردت فعلهم بعدها اشتركوا في القناة ألف 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 مبروك للجمهور الأهلي ألف مبروك للأهلي واليوم مبارا حلوة الأهلي مقصر وألف ألف مبروك ألف ألف مبروك للنادي الملكي على المجهودات وألف مبروك لمجلس إدارة نادي الأهلي الملكي وأتمنى أتمنى حظ أوفر الهلال في غادم البطولات كل مبروك لنادي الأهلي يستحق الفوت وكان فعلا بطل بطل مباراة وإستاد واحد الفوز لي ياسر أمسيلي كان بطلا بطلا بطل ألف 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 مبروك للملوك كل الرجع كل الرجع الوضع الطبيعي الهلال مع الأجنبي ما يفوز فالف مبروك للأهلي الصراحة الهلال كان خصم مشرف في المباراة الف مبروك لنا وهارت لكلهم نشوفهم إن شاء الله بفرصة أكثر والله الفريق اليوم ممتاز واللعب الشوط الثاني لعب ممتاز وعقبال الكاس إن شاء الله اليوم أدى والأهلي ما قصر بعد الطرد خاصة رجع النتيجة وفزنا اليوم إن شاء الله الأهلي دائما يتخر بهدف يرجع الشوط ثاني ما أجروا سيرجا الحمد لله فزنا بعد الطرد رجع أهلي بجدارة وخذها ثلاثين دريق والله رجال قسم بالله رجال يسوونا يسوونا قده وقدود قالوا غصب خذوا الدوري وخذوا الكاس إن شاء الله فالنهاي يجيبونا بدل الله دائما لكل قاعدة شواذ وعشان الناس ما يعتقدون نحن نبالغ في الهلاوين لا يعني المشجع الأخير برضو كان واحد من الشواذ اللي يقول غصب وإحنا دائما كنا نقول ونسعى نوضح في الـ MBC دائما أن الجمهور إفرح زي ما تبغى بدون ما تنتقد أو تستنقص من الفريق الآخر أو الفريق المنافس فالأخير الكورة يوم لك ويوم عليك هاشتاك زوم في هذا الهاشتاك نستقبل فيديوهاتكم المختلفة يعني أمس أو قبل أمس أنا غررت من حسابي بتويتر اللي حاب يشاركنا وعنده فيديو جميل يتعلق كرة القدم السعودية وحاب يشوفه من خلال شاشة MBC برو سبورت وتحديدا في برنامج اللاعب 12 ينزل الفيديو اللي عنده في حسابي بتويتر ويكتب هاشتاك زوم رأيي فرحة مدرجات طرب تعليق على هدف أي شيء نستقبل أول زوم معنا اليوم من مشجعة اتحادية كتبت أخوي يوسف حاضر مباراة الاتحاد والنصر ويبي يسمعكم تعليقة معك يا عميد في الخسارة قبل الفوز بسم الله وإن شاء الله وإن شاء الله تبارك الرحمن يعني ما شاء الله بالرغم أنه صغير بالعمر لأنا متحدث وجميل الختام معك الاتحادي في الخسارة قبل الفوز محمد قاسم شارك معنا من خلال زوم وكتب نشيد الاتحاد المدرجات وتيف ونور بالرغم من خسارتنا إلا أن يستمتع جدا بأجوع المدرجات القادمة أفضل يا نمور أيمن بطل دوري شارك في هاشتاك زوم وكتب يا جمالها من فرحة أعتقد أنه بعد تحقيق الأهلي الدوري نشوف الحمد لله في السراء والضراء عبد الله الأهلي غرّد بفيديو من خلال حسابه في تويتر وما كتب أي تعليق الفيديو وهاشتاك زوم ورني يا شباب الفيديو وهاشتاك زوم ومنشن نم بي سي برو سبورت نشوف استهلون لهلاوية سيرجيو ومحمد مشجع هلالي شاركنا من خلال هاشتاك زوم أيضاً وكتب زوم الزمن دوار مكتوبة لأقدار ما علي غبار هلالي لعب وطرب محمد عتيبي من جدة نزل المقطع يا مصفر نشوف نروح لي هاشتاك لعب 12 سأناكم إذا تتوقع الهلال والأهلي بكرة يتهلون لدور 16 ولا لا اللعب 12 أتمنى أخي مصفر لا يتأهل الأهلي أفى حتى يكون تركيز عالي من بداية الدور اللي يحقق المرة الثانية اشتعوي يا أخي بس خلاص جاب الدوري لا تصير أنت بعد معقدة الله هديك تفكر في آسي الحين يصير تكبيرك أعظم أتوقع تأهل هلال لأن الأمر بيده أما الأهلي الأمل لديه ضئيل لكن أتمنى تأهلهم وتأهل أيضاً العميد أخوكم مازن الجعفري حياك الله يا مازن شكراً بشاركتك معنا نتمنى فوز الهلال بإذن الله وبالتوفيق للأهلي وكل أندي الممثل للوطن ولكن الأقرب هو الهلال حلو أطول نتخليد اللي بعدها اللي بعدها اللعب 12 مصفر الشمراني والأحمدي ووالد السومة والسهلاوي نزلوا للملعب وتموا عاقبة نور هل هذا عدل؟ والله يا أخوك يعني أنا ما عندي إجابة على هذا السؤال وأنا استفسرت يعني وطرحت الاستفسار في البداية أنه إيش معنا محمد نور فقط اللي يعقب مع أنه في ناس كترين يقولون فيه لعيبة وفيه أشخاص أنت ذكرت منهم يعني نزلوا للملعب وماتهم معاقبتهم علامة استفهام كبيرة أنا ما عندي إجابتها وصلت معكم إلى نهاية برنامجة لاعب 12 شكراً للي شاركنا من خلال زوم ومن خلال هاشتاق لاعب 12 وعدنا بكرة التاسعة مساء شكراً لكم شكراً لكم